فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للأطفال الصغار أن يقرأوا القرآن من المصحف بدون وضوء يؤمرون بالوضوء إذا حصل من بعضهم أنه يمس القرآن فيتسامع في هذا بالنسبة للطفل لكن ما يترك يؤمر بالوضوء يؤمر به لكن لو وقع منه شيء ما هو طفل ما يعرف الأشياء هذه يتسامع به لأنه يتعلم القرآن وكانوا من قديم أنهم كانوا يعلمون الأطفال القرآن ويكتبون لهم الآيات في ألواح يقرأون يتسامع بهذا لأجل التعليم لكن يدربون على الوضوء ويؤمرون به نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر